اهلا بكم من جديد تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة اهل البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه برقية تهنيئة من صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بمناسبة الذكرى الخمسين اليبيل الذهبي لتأسيس قوة دفاع البحرين هذا نصها حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه ليطيب لنا أن نعبر لجلالتكم عن أخلص التهاني والتبركات في مناسبة احتفال مملكة البحرين بالذكرى الخمسين اليبيل الذهبي لتأسيس قوة الدفاع التي أسهمتم جلالتكم حفظكم الله في إرساء لبناتها الأولى وتعهدتموها بحكيم رعايتكم وعنايتكم حتى أصبحت قوة دفاع البحرين صرحا عتيدا ودرعا حصينا للذود عن الوطن وحماية منجزاته الحضارية الكبيرة والتي نفخر جميعا ونعتز بها كما يسرنا كثيرا في هذه المناسبة الوطنية الجليلة أن نعرب لجلالتكم عن خالص الاعتزاز والتقدير لقيادتكم الحكيمة سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة لمواصلة مسيرة الخير والتقدم والنماء التي تقودونها جلالتكم بكل الحكمة والاقتدار في وطننا العزيز والله يحفظ جلالتكم على الدوام سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل السرور يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم الكريم بالتحيات الخالصة والتمنيات العميقة لسموكم بموفور الصحة والعافية مقرونة باعتزازنا ببرقية سموكم التي تحمل لنا التهنئة بالذكرى الخمسين اليبيل الذهبي لتأسيس قوة دفاع البحرين الباسلة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة التي هي الدرع الواقية لحماية وطننا العزيز وصون مكتسباته وستبقى بإذن الله حصنه الحصين مؤزرة بكل عوامل الاقتدار تدريبا وتسليحا وجاهزية بكل الكفاءة والروح المعنوية العالية والاستعداد المطلق للتضحية من أجل سلامة هذا الوطن الغالي وستبقى هذه المؤسسة دائما إن شاء الله رمزا للوفاء والولاء إننا إذ نقدر دور سموكم في كل ما حققته قوة الدفاع من منعة وكفاءة نسأل الله أن يحقق لهذه القوة الباسلة السداد والتوفيق والله يحفظ سموكم ويرعاكم ودمتم سالمين حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله برقية تهنية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الذكرى الخمسين اليبيل الذهبي لتأسيس قوة دفاع البحرين هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدة القائد الأعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني يا صاحب الجلالة باسمي ونيابة عن إخواني منتسبي قوة دفاع البحرين أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين اليبيل الذهبي الذي يصادف الخامس من فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين التي أحطموها برعايتكم وتوجيهاتكم السديدة منذ أن وضعتم اللبنة الأولى لتأسيسها حتى أصبحت سدا منيعا للذود عن الوطن والمحافظة على مكتسباته الحضارية إنما شهدته قوة دفاع البحرين عبر مسيرتها التاريخية من تطور حتى وصلت لهذا المستوى المشرف يؤكد على متانة الأسس التي وضعتموها جلالتكم للسمرار هذه المسيرة طيلة الخمسة عقود الماضية جسدت خلالها قوة دفاع البحرين معالم البطولة في مختلف ميادين العزة والكرامة والتضحية والفداء بالدفاع عن سيادة والسقرار وطننا العزيز ونصرة الأشقاء وترسيخا لنبل قيمنا العربية والإسلامية سيدي صاحب الجلالة إن رجالكم منتسبه قوة دفاع البحرين كما عاهدتموهم منذ الرعيل الأول دائما على العهد والولاء يتسلحون بالإيمان والعلم والعزة والأسرار مقتدين بنهجكم المستنير من أجل مستقبل وطننا العزيز وشعبكم الكريم راجيا من الله عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة المجيدة ووطننا ينعم بمزيد من التقدم والزهار والأمن والاستقرار وأن يديم على جلالتكم موفور الصحة والسعادة والعمر المديد ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل السرور يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم بخالص التحيات وعبيق التمنيات بمفور الصحة والعافية مقرونة باعتزازنا ببرقية سموكم التي تحمل لنا تهنيتكم وتهنيت إخوانكم منسوبي قوة دفاع البحرين البواسل قادة وضباطا وافرادا بالذكرى الخمسين اليوبيل الذهبي لتأسيس قوة دفاع البحرين الباسلة هذه المؤسسة الوطنية التي تمثل الدرع الواقية لوطننا العزيز ولحماية مكتسباته المجيدة وستبقى بإذن الله حيث نريدها ويريدها شعب البحرين الغالي تتمتع بكل عوامل الاقتدار تدريبا وتسليحا وجهزية وكفاءة عالية إننا نستحذر دائما دور سموكم الكريم ودعمكم المتواصل لهذه المؤسسة العزيزة ما كان له أكبر الأثر في إنجازات هذه القوات الباسلة نسأل الله عز وجل أن يسبغ على سموكم فياب العافية وطول العمر ونسأل الله عز وجل لمملكتنا الغالية الأمن والسلام ولقوة دفاع البحرين التوفيق والسداد والضفر ودمتم سالمين والله يحفظكم والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر حفظه الله برقية تهنية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأولي لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الخمسين اليوبيل الذهبي لتأسيس قوة دفاع البحرين هذا نصها صاحب السمو الملكي العمل عزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أبعث لسموكم الكريم باسمي ونيابة عن أخواني منتسبي قوة دفاع البحرين الزقايات التهاني وأطيب التبركات بمناسبة الاحتفال بذكرى الخمسين اليوبيل الذهبي الذي يصادف الخامسة من فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين معربا عن اعتزازنا بدعمكم المستمر لقوة دفاع البحرين حتى وصلت هذا المستوى المشرب والذي مكنها من القيام بدورها الكبير في تحقيق الأمن والاستقرار لوطننا العزيز واستقرار المنطقة بمشاركتها الفاعلة مع القوات المسلحة بالدول الشقيقة والصديقة دعينا الله تعالى أن يعيد على سموكم الكريم هذه المناسبة المجيدة ووطننا ينعم بمزيد من التطور والرخاء والأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وأن يوفقكم ويرعاكم وأن يديم على سموكم موفور الصحة والسعادة والعمر المديد ويحفظكم ذخرا وسندا لمملكتنا الغالية وشعبها العزيزة ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله هذا نصها صاحب السمو الملكي لابن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد كان من دواعي سرورنا أن نطلع على برقية سموكم الطيبة المهنيات لنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين اليوبيل الذهبي لتأسيس قوة دفاع البحرين وإنه ليسعدنا في هذه المناسبة الوطنية العزيزة أن نبعث لسموكم معربين عن شكرنا لمشاعركم النبيلة نحونا واعتزازنا بما توالون بذله من جهود طيبة دعوبة لمواصلة الارتقاء بكفاءة وأداء قوة دفاع البحرين مؤكدين في هذا الصدد مواصلة دعمنا القائم والمعهود لهذا الصرح الوطني الشامخ دعينا الله سبحانه وتعالى أن يعيد على سموكم هذه المناسبة الوطنية الغالية وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة وأن يحفظ وطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان أو خليفة رئيس الوزراء